الحوادث لو قلنا إنها 100% سبب الحادثة هنقول إن فيه 70% سلوك بشري وده المفاجأة بقى وفيه 30% عوامل أخرى اللي هي منها 15% على الطريق وحوالي 20% على قطع الغيار طب نبدأ بالأرقام الصغيرة الـ 15% على الطريق طبعا حصل تحسن كبير جدا فيهم لأن أكبر حادثة بتحصل هي اللي بيحصل فيها تشارك بين النقل والسيارات الملاكية فديه بتمثل حوالي 40% من الحوادث اللي بتحصل على أي شبكة طرق في العالم كله فبالتالي مصر عملت خفضت أولا من تحسين شبكة الطرق تحسين الأمان تحسين الرؤية تحسين ما يسمى بالنقاط السوداء النقاط السوداء دي هي النقطة اللي بتقرر فيها الحوادث كل شوية لو تاخد بالك ما تلاقيش النهاردة فيه قولك المنطقة دي بيحصل فيها حادثة المنطقة دي خدوا بالك زمان كنا نعد لقول الدائري الدائري وأماكن أخرى النهاردة مفيش بالأكسبوت مفيش نقاط سوداء النهاردة احنا بنتكلم على حوادث متفرقة على شبكة الطرق كلها وده أول مؤشر المؤشر الثاني اللي هو فصل النقل عن الملاكي وده نقطة مهمة جدا لأنهما النهاردة عملوا شبكات من الطرق اللي فيها حاجة بيسمى بالطريق الداعم الطريق الداعم ده اللي هو الطريق الموازي للطريق الرئيسي واللي بيبقى مخصص للسيارات النقل سموه مرة طريق الشاحنات سموه مرة طريق الخدمة سموه مرة طريق الدعم ولكن في النهاية بتبقى العربيات النقل مفصولة زي السخنة الصحراوي المصر السكندرية بنتكلم على السويس الإسماعيلية